أقول لك على تمن تحمي بي قلبك إنه يفضل بار بأهلك بل تحمي بي قلبك إنه يأسى على أكتر ناس مستنية رحمتك وهي أبوك وأمك التمن ده احفظ نفسك في مقام الخدمة قبل ما تكلم على خدمة الوالدين المقام ده هو مقام الأنبياء إنك إنت يبقى عندك استعداد تخدم اللي حواليك اسمه مقام القيومية القيام على شؤون من حولي إن أنا دايما أعمال بفكر إزاي أخفف على الناس بإمكانياتي فلو عندي فلوس أخدم بيها لو عندي قوة جسدية أخدم بيها لو عندي أفكار أساعد بيها فابقى دايما في مقام الغوث ومقام العون ومقام النجدة الصفة دي صفة الأنبياء كانوا بيعملوها مع أقوامهم وأولى الناس وأحق الناس بخدمتك ليهم هم أهلك أولا لأن ده ردي للجميل أنت دلوقتي قاعد بتسمعني الله أعلم سنك كام عمرك ما كنت هتوصل للي أنت فيه لولا شقة أبوك وأمك عليك لولا اللقمة اللي كانوا بياخدوها ويدوها لك من بقوهم لولا القرش اللي كانوا ممكن يتفسحوا بيه وصرفوه على تعليمك لولا النفسية اللي كانت ممكن تبقى دحك وانبساط ولا مبالاة بيك فتفشل في حياتك لكن لا خدوا من عمرهم ودولك ونفسيتهم ودولك وشبابهم ودولك فأنت صالب طولك دلوقتي بتسمعني عشان كده مقام الخدمة ده هو مقام النبيين لو أنت بتدور على البعثة مع النبيين سيدنا أسامة بن زيد العصر اللي كان عايش فيه كانت فيه نخلة بألف درهم أم جاية على نخلة من نخلاته وقام عقرها يعني قطيعها كده وأم شايل اللب بتاعها وطبخها ودال أمه عشان تاكله فواحد بيقول انت ازاي تعمل كيف نخل بتاعك قال أمي اشتهت لب النخلة ولا أقوى على مقاومة شيء أستطيعه لو طلبته أمي بص لو أقدر أديها عيوني هعمل سهم يقولش الكلام ده هو قاعد في تكيف هو لسه من شوية شايل نخلة من جدرها عشان يدي لبها الأم اشتهتها فأنا النهار ده بكلمك على واحد قاعد في بيته وأهله في مشاوير رايحين للدكاترة ورايحين له مصالح لا يا صديقي الرجالة والبنات الجدعة ما تعملش كده كن في مقام الخدمة فالفتح والتيسير وما تنساش دعوة الوالد مستجابة وما تنساش تحت رجل أمك اللي هو مكان الطبيعي الجنة ربنا اللي حطها فكن في مقام الخدمة واشرف بكده أمام كل الناس وأمام الله ورسوله بكده تكون دفعت تمن بقاء وحماية برك لوالديك ربنا يقدرنا على نفسنا وبمدد العالي العظيم بكون فيكون يجعلنا خير مما يتمنى أهلينا ترجمة نانسي قنقر